أينما حل نظام الأسد؟ حلت معه الأزمات المعيشية أزمات يرى الكثير من السوريين أنها مفتعلة بقصد إشغال المواطن بالبحث عن حاجاته الأساسية أو لعقاب سكان منطقة بعينها على ما يره الأسد ذنباً ارتكبوه أو لتقصيرهم في خدمته السويداء حالها كحال غيرها من المناطق التي تخضع لسيطرة النظام تعاني من أزمات كثيرة بداية من انقطاع التيار الكهرباء لساعات وندرة استوانات الغاز التي إن وجدت فإنها تكون مملوئة بالماء أكثر منها بالغاز وصولاً لغياب شبه تام لوقود التدفئة في بلدة صلخط بالسويداء دفع تأخير وصول مادة المازوت التي وعد بها مسؤول البلدة دفع شابين لإطلاق النار على مبنائي حزب البعث والبلدية احتجاجاً على تقصير مسؤولي حكومة الأسد في تأمين أبسط مستحقاتهم عجز المظام عن الإيفاء بأبسط متطلبات المواطنين دفع أهالي مدينة شهبة للإعتصام احتجاجاً على النقص في توفر المحروقات والكهرباء والغاز وارتفاع أسعارها أزمة المحروقات والكهرباء التي يعاني منها الأهالي في محافظة السويداء هي جزء من أزمة كبرى يعاني منها كافة السوريين في مناطق سيطرة الأسد التي شهدت منذ كانون الأول الماضي تصاعداً في عجز النظام عن توفير الكهرباء إذ شهدت بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام انقطاعاً للتيار الكهربائي وصل لعشرين ساعة يومياً فضلاً عن ارتفاع أسعار استوانات الغاز ووقود التدفئة طبعاً إن وجد إضافة لارتفاع الأسعار الذي وصفه ناشطون بالجنوني بسبب الحالة الاقتصادية المتردية التي وصلت إليها سوريا بفضل الأسد وحكومته